علشان كده ردت بارتباك اهلا يا عز معلش انا اسف اني وجفتك في لص دريجك ده بس انا كنت عاوز اسألك عن ندين مش ظهرة من يوم الدراسة ما بدأت بلعت سمر رئها بتوتر اه اه ندين فعلا ما حضرتش الاسبوع ده طب معلش انت اكيد معاك رقم ابوها ممكن تدهولي من فضلك انت اكيد عارفة ان غرضي انها تجدام لها رسمي وجده بصت له سمر بتوتر وارتباك وحاولت تدور على سبب علشان تقوله له اه بس ندين سفرت ايه ده سفرت فين اه سفرت مع كل اهلها محدش فيهم هنا بابها جالوا شغل برا وقرروا يقضوا فترة هناك معاه فانا شايفة انك تستنى لما يرجعوا بصلها عز بخيبة امل شديدة يا ده الحظ الله المستعان معلش الظروف اللي جات كده بقى بصلها عز الدين وعلى وشه الهم والديق الشديد وبعدين اعتذر لها على وقفته معها ومشي ما بععدش عنها وبس انما خرج من الجامعة باكملها ركب عربيته وهو مغموم ومتدايق وساقل شاقته وفي نص الطريق افتكر اخته اللي ربما تكون مستنيا دلوقتي فسقع عربيته باقصى سرعة ورجع مرة تانية للجامعة لقاها مستنيا في مكانهم المتفق عليه وقف بعربيته فركبت بسرعة لحظت صمته وقلبان وشه ما لك يا عز ضرب بوزك ده ليه انت تعركت مع حد ولا ايه شاور لها عز بصباعه اللي حطه قدام بقى انها تسكن فعملت كده لانها عرف اخوها كويس لما يغضب الحياة كالمد والجزر مش كلها صبر دائم ولا جزع دائم فقد ينجلي شاطئ الصبر حين يكون الجزع هو المسيطر اما ان تمسكت بقارب الحب والامل فستنجلي غيوم قلبك المعتمة كانت ندين متمسكها بالقارب ده كويس اوي فهو قارب نجاتها الوحيد من اللي بتمر به لكن اول ما بلغتها صمر بسؤال عز الدين عنها وهو الموضوع اللي بتتهرب منه واللي بيقلق عليها حياتها حزنة قوي والدمعات رقرقت في عينيها برافو عليك يا صمر خير ما عملت اعاوزكي لو سألك علي بعد كده تقوليله ينساني خالص واني مش هرجع تاني زعلت صمر لكلام ندين وضمت شفايفها بأسر ليه يا ندين بتقولي كده انت ان شاء الله هتخفي وهترجعي زي الاول وحسن كمان وساعتها ترجعه البعض تاني انا قلت له يستناك لما ترجع من الصفر وتكون انت خفتي بالسلامة حركت ندين رأسها بخفوت وقالت وهي بالبصر لهيقتها بالكامل انا مش هكون قنانية يا صمر انت شايف الوضع عامل ازاي ليه خليه يستنى لآجل غير مسمى الله اعلم هيستمر قد ايه علشان كده بقولك قليله ينساني يا صمر انا وعزة ظهر مش مكتوبين لبعض قربت منها صمر وحطت ايديها على كدفها برفق ندين انا ليه شايفكي بدأتي تستسلمي كده لا يا صمر انا كل الحكاية اني بتفهمة الوضع اللي انا فيه كويس ام بحبش ابدا ابني احلى مهردية الحاجات مش ممكن تحصل في الحقيقة وطعب اكتر عايزة انسان طيب ويستهل كل خير علشان كده مش عاوزة يضيع حياته في انتظاري خليه يعيش حياته وينبسط وصدقين انا هكون فرحانة له جدا بس اطلعها صمر بأسا بتحاول تخفف عنها اللي هي فيه وبدأت دموعها ندين انها تنزل زي الشلالات اعمالي اللي بقولك عليها صمر بكت صمر هي كمان طب انتي بتعياطي ليه دلوقتي عادي يعني لم بكي ماهنا لو ما بكتش ممكن انفجر يا صمر سيبين اخرى كل اللي جواي على هيئة دموع يمكن ارتاح حضنتها صمر بقوة وفضلوا البنتين على وضعهم لبعض الوقت لحد ما شافت صمر ان الندين في حاجة للراحة فساعدتها عن نوم وتطبقت عليها ودخلتها في السرير كويس قوي مدت ايديها مسح الدموعها قررت ترجع للبيت وترجع لندين تاني يوم كانت بسمة قاعدة مع نبيل في بلكونة البيت المفتوحة وبتشرب العصير اللي عملته بنفسها ليها والنبيل بطلب من امها لانها مش هتعمل ده بنفسها وقالت باستمتاع عجيب نبيل تعرف اني فرحانة قوي اندهار ده كان نبيل شارد بيبص قدامه بيشوف الرايح واللي جاي لكن مش شايف منهم حاجة فتفكيره على اخته وتبدل حالها للمرض بالطريقة دي مالي كل دماغه غمض عينيه وقالت بسمة بنزعاج نبيل انا بكلمك بصلها نبيل ها؟ ايوة يا بسمة معاك تعرف اني ارتحت قوي لما سمعت ان صمر اتخطبت انتفض نبيل في مكانه وبصل بسمة بديء وقالت هي بخبصة علشان توقع بين صمر واهل ندين فهي بيغيظها قوي حبهم ليها بصراحة انا ما شفتش في فجحتها ابدا وقال ايه؟ عاملة انها بتحب صحبتها وقاعدة معها للنهار وهي رايحة تتخطب وتلبس دبلة هي وتعمل حفلة في الظروف دي دي لو كان عندها دم كانت استنت على الاقل لحد ما ندين تخف شوية من اللي هي فيه لكن قول ايه؟ قالت كلامها اللي اشعل فتيل النار والغضب جوا نبيل واللي مش عارف سبب غضب وايه بالشكل ده بعدها سمعت لامها بتناديها علشان تمشي ويرجعوا للبيت يلا بقى علشان ماشيين قامت بسمة من مكانها بسرعة من غير حتى ما تودع نبيل وكأنها كانت مستنية انها تمشي وخلاص حاضر يا ماما حالا جاية اما نبيل ففضل متصمر في مكانه وباين على وشه الغضب من اللي سمعه وما هي الا دقايق وكانت مش يتعمته وخطبته وشاف سمر بتخرج من قضة ندين رايحة ناحية برها البيت فاستناها لحد ما خرجت من البيت ولحق بيها على السلة سمر استني عندك التفتت له لانها عارفة مصدر الصد ده كويس وقالت بهدوء نعم يا نبيل خير في حاجة بصلها وبصل اللي في ايديها وهو بيقول لها بغضب وسخرية في نفس الوقت انت تخطبتي مبروك مش كنت تقوليلي علشان ابركلي كواحدة للخطوبة كمان بنفسي انا ونادين ارتبكت سمر وحاولت انها تخفي الخاتم اللي بيزين اصبعها ده فهي ادركت انه اتداهق لفعلتها في الظروف دي وده الامر اللي كانت خايفة منه فعلا علشان كده قالت بسرعة علشان تمشي الله يبارك فيك عن اذنك انا لازم امشي علشان اتأخرت وقفها وهو على نفس نبرة الاستهزاء ويا ترى ندين تعرف بالخطوبة دي انا مش فهم جالك قلبي ازاي تعمليها وصحبتك في الوضع ده انتي ما عندكش دمه ولا ما بتحسيش اتدايقت قوي من سماعها للكلمات المهينة دي نبيل ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده طبعا ندين تعرف كل حاجة وموافقة عليها كمان ومش هقولك ان هي اللي شجعتني اعمل ده انت ايه مشكلتك بقى قال وهو على نفس هيئة الغضب اللي كان عليها طبعا كانت هتوافق وطبعا كانت هتشجعك ام العوزة هتقولك ايه العب من عندك انتي انتي لو كنت صاحبتها بجد زي ما بتتدعي ما كنتش ابدا هتقدري تفرحي وهي في الحالة دي لكن انتي انا نية مش بتحب الا نفسك وما يهم بكيش ابدا الظروف ولا احوال غيرك حتى لو كان الشخص ده هو اعز اصدقائك وممكن كمان بالليدتي عملتي ده تكوني وجعتيها اكتر لا توقع على طول دخلها طالع عندها وبتشوف الدبلة في ايدك اكيد بتموت في اليوم الف مرة للأسف انتي خيبتي املي فيك ما كنتش اتوقع ابدا انك تعملي ده اتسعت عيون صبر بدهشة وقالت وهي بتبكي بسبب كلامه اللي ما استحملتهش فهي بالفعل ما كانتش عاوزة الخطوبة دي وفي التوقيت ده لكن اهلها ضغطوا عليها وحطوها قدام الامر الواقع ما كانش باديها حاجة علشان تغير اللي بيحصل علشان كده كلام نبيل زعلها قوي لكنها قالت وهي بتغازة من الافترة بتاعه عليها انا مش بتدعي اني بحب نادين لاني فعلا بحبها اكتر من نفسي وربنا اللي يعلم ومش هرد على كلامك اللي كل افترة علي ده لكن هقولك حاجة واحدة انت لو هتعتبر اني انانية زي ما بتقول فانت كمان اناني في الوضع اللي اختك فيه ما زلت لسه بتخرج مع خطيبتك ما زلت لسه بتزورها في البيت وبتمارس حياتك عادي جدا لجي تلومني انا عشان مرست حياتي عادينا كمان ورغم ان خطوبتي كانت عديق جدا وده مجرد لبسنا دبل وبس ايه مالك زعلت ليه بقى هو انا كلامي واجعك للدرجات دي مش كل كلمة انا بقولها حقيقة يا ريت تظهري على حقيقتك لان خلاص حقيقتك انكشفت قدامي اللي هي انك واحدة حقودة وغيورة من اختي واول ما شفتيها وقعت حبتي تكملي عليها مش كده ما قدرتش سمر تستحمل كلامه فنزلت دموها زي الامطار الغزيرة مش حقيقي الكلام اللي انت بتقوله ده ربنا واحده اللي يعلم ندين بالنسبة لي ايه واني بتمنالها الخير من كل قلبي فلو انت شاكك في دافة دي مش مشكلتي المشكلة عندك انت ووعدك انك مش هتشوف وشي في بيتكم تاني ابدا اما ندين ان مش هتخلى عنها علشان تفكير عقيم زي تفكيرك هفضل ادعمها واتواصل معها ومش هسيبها وهكلمها في التليفون على طول قالت كلامها ده وهي في حالة انهيار تام ونزلت بسرعة وطول الطريق وهي بتعيط لحد ما وصلت لقضيتها وترامت على فرشتها وهي بتبكي بتأسر شديد وبحرقة كبيرة جات امها وقالت لها بخوف ايه يا سمر في ايه هي ندين جرالها حاجة طمينيني يا بنتي بالله عليك ما لقيتش امها اي رد منها سمر انت كده وقعت قلبي على ندين طمينيني بالله ايه اللي حصلها اتعدلت سمر في قعدتها وقالت وهي بتبص لامها وهي مش شايفها من كتر الدموع طمين يا ماما ندين كويس الحمد لله الله طب انت بتعيطي ليه حاولت سمر تهدي نفسها من كلمات نبيل اللي بتوجعها وقالت لامها وهي بتخفي الحقيقة ابدا يا ماما اصلها صعبان علي وانا متحملتش اللي هي بتمر بي ربنا يكون فقانها يا رب اتنهدت امها وهي بتدعيلها لا حول ولا قوة الا بالله ربنا يعافيها ويعفو عنها يا رب ويخفف ألمها ويزيح عنها ان شاء الله معلش يا بنتي لازم تكوني اقوى من كده علشان تدعمي صاحبتك مش تدعبيها اكتر بلاش طعياتي كده قدامها او تظهر انك حزينة حاولت تتعاملي زي ما كنت بتتعاملي معها زمان ويتخليها تشوف نظرة الشفقة او العطف في عينيك علشان اللي زي حالتها دول مش بيتحملوا نظرة الشفقة دي ابدا بتكون موجعة قوي بالنسبة ليه اتنهدت سمر بدي وقالت بواجع حاضر يا ماما ان شاء الله قربت منها امها وضمتها لسدرها وهي بتقول امسح يا حبيبتي دموعك ويلا قومي بقى غير هدومك وانا هقومي حضرلك العشاء وتاني يوم حاولت سمر تجاهل ونسيان اللي قاله نبيل في حقها فهي مهما حصل مش هتسيب صاحبتها ابدا وخصوصا وهي في الظروف دي علشان كده لبست هدومها وقررت تروح للجمع فأثناء فترة الراحة كانت هي لسه قاعدة في مكانها في المدرج متحركتش زي بقيت زميلها كانت بتفكر في ندين لأت عز قدامها سمر معلش لو هاخذ من وقتك ثواني ممكن اسيب معاك رسالة توصليها لنادين حركت رأسها بأيوه فقال بصدق استشعرته سمر في كلامه ممكن تقولي لها اني هفضل مستنيها طول العمر انا بعتلها الكلام ده على الفيسبوك بس اعتقد انها مش بتفتح او ده اللي اعتقدته يعني مش عارف اتمنى تبلغيها كلامي ويريت لو جالي اي رد منها تبلغيني بي انا اسف لو كنت بزعجوك بس ما فيش طريقة تانية للتواصل معها غيرك انا اسف ورة تانية للازعاج لا ازعاج والحاج حاضر هبلغها بكل اللي بتقوله ان شاء الله شكرها عز الدين واسبها علشان يلحق بصاحبه اللي مستنيه في الساحة بتاعت الكلية واول ما شافه احمد قال له بمزاح اياني على اللي بيحصل لي من غيرك يا عز انا متبهدل من غيرك بقى كده تبعني عشان خطر اختك وتسيبني مع العيال القلاضيش دول خليني كده قاعد انوح واقول يوم من ايامك يا عز كان احمد مستني عز الدين ان يضحك على كلامه لكن ما اعملش كده ايه ده اعمالك يا عز شكلك متضايق ومهموم كده ليه ما فيش حاجة ما تاخدش بالك ما فيش حاجة ده ايه يا راجل وملمال بوزك كده اري واتكلم فيه ايه قال عز الدين وهو شارد في اللي خدت النوم من عينيه وبقت بطلة احلامه العسل بتاعي مدوخني جوي ومش عارف ارضيه فين ولا تلم عليه من وين كل لما اقول اني خلاص جربت منه وهمسك بيدي قالاجيه اتحول لمية ويفلت من بين صوابعي كل ما اقول جربت الحلم خطوة قالاجي الحلم يبعد آلاف الاميال ما بجيتش عارف اعمل ايه ما هي صمر قالت لك انها مسافرة يا ابني ومسير هترجع هتروح فين يعني وان شاء الله اول ما هترجع تكلم باباها دغري اتطمن كل تأخيرة وفيها خيرة ربنا يجعلها من نصيبك ان شاء الله قال عز بخوف خايف تروح مني خايف ما تكونش من نصيبي ساعتها هحس ان جالبي نشجل الصين احمد حط ايده على كتف صاحبه ويطبطب عليه وقال له تفاقل تفاقل خير يا صاحبي اشتركوا في القناة